السلام عليكم هذه أول حلقة من سلسلة طويلة سوف نضر فيها على الرياضيات بشكل تقريبي سوف نحاول نشرح مختلف المجالات التي يوجد فيها البداية سوف تكون هذه الحلقة التي سوف نشرح فيها هي وشي جوج حلقي جايين الأساسية هي الماط والخلفية التاريخية منها جاي بحيث أن أي شخص ما عنده حتى الطلاع على الماط وشفت الحلقات سوف يبدأ يشتش شوية بشي شوية السؤال الذي سوف نبدأ به هو من أن تتحل شيء مسألة في الماط كيفاش تقدر تقنع الآخرين أن المنطق التي استخدمتها هو منطق صحيح؟ الجواب على هذا كيفاش في الماط هي التي تسمى البرهان أو للإثبات وهذا الشيء الذي سوف نظر عليه اليوم بحسب وثيقة منشرات عام 2020 من طرف أستاذ الرياضيات بجامعة ماريلان وأستاذ الرياضيات المساعدة بجامعة نورثن إيو وإليزابيتي هيوز تعرف بها البرهان على أنه سلسلة من العبارات تثبت أن بعض الافتراضات تقتضي الصحة للوحد العبارة أخرى تسمى السنتاج وهت سلسل العبارات يجب أن تدخل فيها تاتذي الشروط أولاً تسمى السلسلة العبارات يكونوا كاملين واضحين وما يمتشى إبهام ثانياً يجب أن يكونوا كاملين صحاح والصحة دي لكل وحدة فيهم يجب أن تكون مصنبطة مباشرة من العبارات التي قبلت منا أو من الافتراضات التي افترتنا في الأول ثالثاً العبارة للخرى بالضرورة يجب أن تكون استنتاج بمعنى إلينا أعطينا واحد الافتراضات حسنا نوصل الى واحد الاستنتاج كونكليزيون ليكون منطقي الفكرة هي انه اي واحد يقدر يشوف الحل ليالك ويتبعه خطوة بخطوة حسنا يصل لنفس النتيجة اللي هي الاستنتاج اولا خصكم تعرفوا بداة واحد المصطلحات الاساسية اللي بهم نقدرون نبنيه البراعين عموما من انت سيبغي تبدأشي بروف اول خطوة يخصك ديرها هي تكون ضابط التعريف ليالك وناتي خص نشرح اشنا هو التعريف بحسنا فلاورنس نفس سوتس استاد الرياضيات السابق بجامعة التعريف في الرياضيات هو عبارة دقيقة تحدد وتسمي مفهوما ما عن طريق ربطه بمفاهم تم تعريفها مسبقا نسهلو عليكم تعريف في الرياضيات هو وصف دقيق لواحد المفهوم على سبيل المثال نقدر نعطي التعريف ديال الدائرة على انه واحد مستوام تكون من الجموعة ديال النقاط اللي بعيدة بنفس المسافة على واحد الموقع ثابت في الفضاء تنسميه المركز اولى مركز الدائرة قبل ما نكملو ديروا في بالكم ان لديفينيسيو ما تحتاجوش للبرهان يعني ماشي ضروري تثبت انه مصحاح وديروا في بالكم معاوتاني هي ان لديفينيسيو خصهم يكونوا قابلين للانعكاس بمعنى إلا عرفتي شي مفهوم بوحد طريقة معينة ومبعد لقيت شي حاجة تتناسب ذاك التعريف فذيك الحاجة خصة تكون هي ذاك المفهوم اللي عرفتي في الأول فإلا لقيت واحد مجموعة ديال النقاط بعيدة بنفس المسافة لاشي نقطة ثابتة في المستوى بخصك تتلق عليها اسم دائرة قبل ما تكمل الفيديو إلى بالك المحتوى ديالات الحلقة مفيد وزوئنه عجبك فما تنساش انك تضير لايك وتبرط جامع الناس ليتتعرف وتابون عندي فلاشين باش نزيدوا القدام ان شاء الله تعالى منين نشرح لاش نوم التعريف اولى غالبا تنحتاجو اننا نحطو بعض الافتراضات الاولية لهم هات الافتراضات اسميتهم البديهيات او المسلمات اكسيوم وبوستيولا في الكتاب ديالو هات السمية الطويلة اللي قدمكم تعرف الكاتب والرياضيات ريتشارد روسي البديهية او المسلمة على انها عبارة رياضياتية تعتبر صحيحة بشكل واضح وبدون اثبات اختصار لاكسوم هي واحد العبارة اللي تنقبلها بالعمل لحتاجون برانواليا شي حاجة مسلم بها فمثلا مني تنظروا على الاعداد الحقيقية لنوم بغيل تنفترض بديهيا ان عمليتين للجمع والضرب تبادليتين وتجميعيتين نزيدك واحد الحاجة اللي ضرورية لانه من الافضل يكون لدينا اقل عدد ممكن ديال البديهيات واي حاجة اخرى نبغي نفترضوها صحيحة سننتبتوها انطلاقا من هذا العدد القليل ففي الادة الحقيقية كذلك نريدك اننا تنفترضو بديهيا ان اي رقم تضربه في الزيرو تعتك زيرو ولكن وكيفما نظر عليها تشاهد في الفيديوات الجايين نقدرون نبرهنوا على هذه القادية ديال الزيرو لدي زاكسيوم اخرين لدينا يعني ما كينش لاش اننا نعتبروا هي كذلك وحدام دوك زاكسيوم في كل احوال ان فتنقادوا لزاكسيوم ديالنا نقدرون نبدأوا نبنيه عليهم ونبرهنوا عليهم على العبارات الرياضياتية هاد العبارات تنسميهم مبرهنات او دتيوريم وتنظن ان كلكم موال في بدل المصطلح المبرهنات دتيوريم هما الاكتشافات اللي تنصطفهم في الرحلة ديالنا خلال عالم الرياضيات وبمجرد اننا تنزيدوا المبرهنات لاليست ديالنا نقدروا نستعملهم باش نبرهنوا على المزيد ديال المبرهنات ونستعملوا هاد المبرهنات الجداد باش نبرهنوا على واحد اخرين وهكذا دواليك لاليست ديالنا تداد تعمر اكثر اكثر مثال على ثيوريم اللي يقدر كل شيء يكون عارفها هي مبرهنة فيتاكورس المشهورة والتي تتنص على انه في مثلة قائم الزاوية مربع الوطر يساوي مجموع مربعي الضلعين بمنا سي او كاري كتساوي ا او كاري زائد ب او كاري متأكد ان كل شيء يكون استخدام هاد المبرهنة بزاف المرات في الكوليج والليسي واحتلافك غير هو ان هاد المبرهنة تفتاكورس في شكل واحد شكل من في شكل ان لحقاش تبروفت بزاف ديال المرات بزاف ديال الطرق من قبل بزاف ديال الناس لدرجات انه احتر الرئيس الامريكي السابق جيمز اي غارفيلد برهن عليها تهو هاد المرات تنبغون مبنيوا مبرهنة ولكن تكون معتمدة على بعض النتائج الصغر اللي مبرهنناش عليهم مازال في هاد الحالة تخصنا ضروري نبرهنوا على ذوك النتائج الصغر اولا والتي يكونوا بحل مبرهنة صغر ديميني طيورام تنسميهم الليمات للم هاد الليمات تعتبروا بحل حجر الانطلاق للوصول الى النتيجة الرئيسية اللي بغي المسلولة حل واحد نتيجة مساعدة في اللغة الالمانية تقول لهم هيرفزات والتي تعني المبرهنة المساعدة دير فرصك انه ما كانش فرق حقيقي بين الليم وثيورام الفرق كان في كيفاش تنخدمه بكل لوحة وصافة زائد لوفيدين ان واحد نتيجة هي الليم ما تيعنيش انها ماشي مهمة فرقين انشيليمات في الماطل المهمين بالزاف لحقاش مثل الاساس اللي تؤدي النتائج اهم واهم انفوا تيتم اثبات واحد المبرهنة قدرون ستخلصمنا مجموعة النتائج بالزربة وبسهولة مثلا خليني نقول انني بينت انه في مثلة متساوي الساقين مركز الدائرة محاطة بالمثلت كانين على خط واحد فهذا الحالة بما ان المثلت المتساوي الاضلاع حالة خاصة من المثلت متساوي الساقين فلقدرنا نقول ان هذه القاعدة تتنطبق ايضا على المثلتات المتساوي الاضلاع بل واكثر من هذا جوجة المراكز سينطبقوا على بعض اياتهم و سينولوا نقطة واحدة مني تنسجو واحد النتيجة بسهولة من واحد المبرهنة اللي يلا ديمونسطرينها ديك النتيجة تنسموها لازمة او نتاج و اخيرا غالبا في الكتوب الضلمات واحد العدد ديك النتيجة تتحط مباشرة من بعد ديمونسطرين ديك النتيجة و الناس دي الله فاك يقدروا يفيريفوا تشير رأسهم هنها ايها تسلي الحلقة دينا الحلقة الجاية ان شاء الله تعالى سننظر على كيفاش خرجوا لثيوريم للحياة الواقعية وشنو كنقبل ما يوليو ديك النتيجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة